هاي مثلا الحالي شو كان عنده كان عنده واضح انه نتوء عظمي غضروفي عالي جدا كان عنده في نفس الوقت نزول في طرف الانف نزول طرف الانف بأسر على النفس لانه النفس بيجي داريك من المقابل لما ينضرب او يجي بصراحة اللي هي النفس على طرف الانف فبيصير مشاكل في ايش في النفس فاحنا بنرفع اللي لو لاحظتي انه في طرف الانف مرفوع بدرجة معينة طبيعي بعد بفترة القطب الداخلية اللي بنحطها اللي هو البيدياسي بنسميها هذا بتدوب بتنزل شوي شوي فاحنا بنعايرة تقريبا ل120 درجة عساس انه النتيجة النهائية العملية بعد بسنة بتصل تقريبا ل110 فايش فاللي هي بتكون التنفس بأريحي يعني بكون مصدر اللي هي انت الطبيعي ما بنرفع الانف كتير لانه بتبين الفتحات الانف بالمقابل بالاضافة اللي عنده كان نتوء عظمي غضوفي كبير جدا فهذا ازلنا بس طريقة مفتوحة زي ما شك جميل طب دكتور شو سبه النتوء اللي بتطلع النتيجة وقعة ام تشوه خلقي والله فيه له اسباب كتير ممكن يعني الاغلب بكون واقع بشكل مباشر على الانف فالانف عشان يحمي حاله بيصير العظم والغضروف ايش يكبر يعني لما يصير التحام للانس يجب يكبر بشكل كبير او فيه ناس عندهم خلقيا يعني تجي خلقيا مثلا فيه من الاتراك في منطقة ترابسون اللي في البحر الاسود تقريبا كل انوفهم زي هيك سبحان الله عندهم هالنتوء هات عندهم نتوء وطبع يجب اشكال كبيرة جدا يعني بلجأوا للعمليات الجراحية بلجأوا اغلبهم للعمليات الجراحية فهذه زي موتيلك ممكن نتيجة سقوط او وقعة او تيجي لها ضرب عليها او ممكن نتيجة الخلقيات يعني